لكن النقطة اللي ذكرتها حضرتك إنه إذا كان هناك تحريف كيف يموت التلميذ؟ تقريباً كلهم ماتوا يا أخ نظار مع هذا يحنى ويحنى طبعاً واجه عذبات شتى يعني بحسب تقليد الكنيسة أنواع عذبات كتير وطبعاً عم نعرف إنه نفية إلى جزيرة بطموس في أيام الرومان النفي مش بستان مفروش في الورود يعني طبعاً صعوبة هؤلاء ضحوا بحياتهم علشان إيمانهم بكلمة محرفة هل هذا منطق؟ بالطبع لا لهم حرفوا الكتاب مش ممكن مش ممكن حد يضح بحياته لأجل أمر محرف عزيز المشاهد أنا حطيت أمامك الآن حوالي تقريباً 14 دليل منطقي منطقي عن إنه كتاب المقدس اللي يمكن يكون محرف من فضلك ارجع مرة تاني اكتبهم سجلهم وفكر فيهم يعني فيهم وشوفوا الحلقة طبعاً على الويب سايت فبيقدروا يسترجعوا الكلام مرة تلو الأخرى حلو خالص علشان كده بشجعك من فضلك سجلهم وفكر فيهم واحدة واحدة وزا وقفتوا قدام أي نقطة منهم وعندك أرجو منت عندك مناقشة فيه من فضلك اتصل وإحنا هنقدر نحن نناقش الفكرة اللي أنت بتعرضها اشتركوا في القناة